أخ مهيب أسئلة مهمة جداً ماذا يحصل بعد 90 دقيقة لو المنتخبين كانوا في التعادل هيلعبوا وقت إضافي وقت إضافي هل عمل حسابي حسابة المدرب المصري؟ أكيد أكيد لأن حداري المنتخب الأفريق الجنوبية أو حتى المنتخبات الأخرى يتلعب أمام الجزائر يعملوا كل مجهودهم لكي يلعبوا بدنياً لكي تنتهي المباراة بالتعادل لأن المنتخبات الأفريقية الصمرة ما عندهم أي مشكل إياقة بدنية تحوم عالية جداً وإحنا المنتخبات العرب أو المغربية يعني عندنا مشكل في الإياقة بدنية لما تلعب خزط لما تلعب الحرارة والرطوبة لهذا المفروض على المنتخب المصري المفروض على المنتخبات الجزائرية والتونسية والمغربية يحلوا مشاكلهم في 90 دقيقة وما يروح للوقت الإضافي لو نروح للوقت الإضافي راح ندفع الثمن بدنياً بس أواكد لنسأ أقول لك أنت خباياً أنت ماشو الله لأبت عشان الحسد يعني لا لا فرقتين لا لا والله العظيم لا 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 المشكل موش هنا المشكل أحنا نتكلم على 90 دقيقة يا رجل أنت عندك بداية لكل واحد بديله يلعب يعني أنت عندك في الماتش الأخير غير 9 وال9 أجاده لمشكلة ما فهمت مقصودي أحموهيب ما فهمت مقصودي المباراة أنا نتكلم على المباراة مثلاً تخلاص 90 دقيقة 90 دقيقة وهذا المنتخبات الصمرة تابعي تروح إلى 120 دقيقة لأن 120 دقيقة يبقوا بنفس ريت المنتخبات الصمرة صحيح العكس لنا عندنا احنا المنتخبات المغربية راح يعانيوا أكتر وأكتر ب120 دقيقة بيسألوا بيكلم على مد الوقت مش على التغييرات بيسألوا بالماضي يعني كان فيه سؤال لي في المؤتمر أحد الأصدقاء سألوه فقال له يعني أنت عندك مشكلة دلوقتي كبيرة صدرتها لنفسك أن أنت لعبت تسعة لعيبة وأجاده فقال له دي مشكلة الناس الغنية مشكلة الأغنياء الأسرية أن أنت يبقى عندك حاجة يعني